هذا الحديث اجتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أولاً الوجه الأول تفسير الفاضي الحديث قال إذا التقى المسلمان ومعناه إذا حمل كل واحد على أخيه السلاح يريد قتله قوله فالقاتل والمقتول في النار أي كل من القاتل والمقتول يستحق دخوله النار إلا أن يعفو الله عنهما أو عن أحدهما قول الصحابة هذا القاتل فما بال المقتول يعني هذا القاتل عرفنا شأنه وعرفنا حكمه فما بال المقتول لماذا يدخل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصاً على قاتل صاحبه أي كان المقتول أيضاً قد بيت النية على قتل أخيه المسلم لكن الأول فاجعه وابتدره فقتله قبل أن يقتله الوجه الثاني أن هذا الحديث له سبب من حيث الرواية وذلك أن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر هو راوي الحديث فقال أين تريد أن تذهب قلت أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث الوجه الثالث أن هذا الحديث فيه التحذير من حمل السلاح وقت الفتنة والابتعاد كل البعد عن أسباب العداوة والبغضاء الوجه الرابع أن من عزم على الذنب وعقد القلب عليه فإنه مستوجب لعقاب الله سبحانه وتعالى ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه لأنه لم يوطن نفسه على فعلها أما هذا فقد وطن نفسه وبيت نيته على قتل أخيه ولذلك هنا عوقب الوجه الخامس فيه أنه لا يراد بدخول النار هنا الدخول الأبدي وإنما الدخول الأمدي لأن من لقي الله عز وجل بكلمة لا إله إلا الله موقنا بها قلبه عالما بمعناها أو بمقتضاها فإنه لا يخلد في النار إذا لقي الله تعالى بكبائر الذنوب والآثام فالله تعالى سمى فالله جل وعلا قال ومن يقتل مؤمنا يقول جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين سبحانه وتعالى الوجه الأخير أن ذكرى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب والحديث الذي تحته في كتاب الإيمان دليل على أن القتل كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام وأنه ينقص الإيمان على قدر هذا الفعل العظيم قال رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام أولا التعريف بمفردات وألفاظ الحديث الوجه الأول التعريف بمفردات وألفاظ الحديث قوله لم يلبسوا اللبس هو الخلط يقال لبس عليه الأمر والتبس أي اختلط عليه والمقصود هنا بالآية أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك ومعنى الظلم هنا الشرك كما بينته الآية الكريمة ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان الشرك عندهم أكبر من أن يوصف بالظلم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقالوا أينا لم يظلم وفي لفظ أينا لم يظلم نفسه فبيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالآية هنا الشرك واستدل بالآية الأخرى وهي قول الله عز وجل في سورة الأقمان إن الشرك لظلم عظيم قوله الأمن الأمان الأمن معناه الأمان من عذاب الله وهم مهتدون أي من أهل الهداية والرشاد والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الوجه الثاني أن الظلم درجات وتتفاوت فيما بينها وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك الوجه الثالث هذا الحديث يفيد مسألة مهمة وهي أن أول خطوة من خطواته تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وسأل الصحابة عن هذا الظلم فسر لهم الظلم بالآية الأخرى وهي الواردة في قول لقمان في سورة لقمان في موعظته لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الوجه الأخير هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على توضيح كل ما يشكل على أمته مما ينزل في القرآن أو يرد في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يشكل على الصحابة يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا فالله تعالى قال في كتاب العزيز لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحاديث في هذا المختصر صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فض الشيخ وأحسن الله إليكم استمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية من داخل الدولة 600551688 من خارج الدولة 600551668 أو المشاركة والتواصل عبر رسائل النصية القصيرة 6688 شريعة النور يا نرى الهدى أبدا الله أودعك في القلب إيمانا من حسنها فاضت أرواحنا أملان واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا أهلا بكم مستمعين مجدداً في برنامجكم شريعة النور هنا فض الشيخ يسأل عبر رسائل النصية القصيرة معناهم عبدالله تفضلي السلام عليكم مساكم الله بالخير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله عبدالله تفضلي حياكم الله مساكم الله بالخير عزيز سرحان الشيخ مساكم الله بالخير والسرح عندي سؤالين أخوي تفضل 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 مع عبدالله نزيل أنا أنا في البيت مسأر ملا يعني زوية متوفة وبنتي واحدة مام زوية بعدها صغيرة والولدي بعد يشتغل لكني مام زوية هل أنا وياهم يعني نضحي ونشترك هم يعطوني فلوس ولا أنا بروسي لو تعيديني السؤال مع عبدالله يعني شوف أنا في البيت أنا والدي وبنتي مام زوجين بعدهم وواحد وهو يشتغل لكن بعده مام الزوج والبنت مام الزوجة فهمتir أنا بابححي لكن هم بيشتركوا عندي هل أنا اخب عنهم فلوس ولا لا هم بيشتركوا عندي يعني. ان شاء الله ان شاء الله. الا بعيان متوفي عن. ان شاء الله. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفي. الله يحفظ. الله يحفظ يحفظ. ابو كريم تفضل. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. وبركاته. الله يحفظ. سأل الشيخ اه في عندي احد الاقارب اه طلب مساعدة مالية ويعني استحلفني بالله ما أخبر أي حد وما أخبر حد للنصي وأنه هو يطلب مني مساعدة مالية وساعدته وكرر هذا الشيء بعد فترة عن طريق واستحلفني بالله ما أخبر أي حد من الأقارب وبعد فترة اكتشفت عن طريق الصدفة أنه هذا الشيء يعمله مع أكثر من حد من ضمن مع إخواني كمان فمعرف هل هذا يعني أنا بعدين وقفت أني أعطي أي مساعدة ثانية فالسؤال للشيخ هل أني مثلا أنبه الأقارب الثانيين أنه إذا عمل هذا الشيء أو خلاص يعني أتركه ما أتدخل في الموضوع إن شاء الله إذا كان الله خير بك كريم تسمعين شاء الله الرد نعم مكالم أخرى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم المعنى ألا أحفاكم طيبين الله يبركي من؟ بعبد الله حياك الله بعبد الله الله يحفظك أحفاكم طيبين يقضي مثلا نوافل الظهر إذا كانه بالدوام ما عنده وقت يصلي النوافل فهل يصليها بعد العاصر في النسجد أو كذا إن شاء الله يقضيها يعني واضح إن شاء الله بعبد الله الله يبارك إذا كان الله خير تسمع شاء الله الرد هياك الله أحفاكم طيبين أنا أعيش في منزل مع ابني وأبنتي وتقول ابني يعمل فتقول حكم أن أشترك معهم في أضحية واحدة وتقول فأس الشيخ هل يجوز أن أدفع أنا ثمن الأضحية أو ثمن الأضحية نشترك جميعا في ثمانها الحمد لله أسأل الله تعالى أن يحفظ الأختهم عبد الله وأولادها وأن يبارك فيها بالنسبة للأضحية أخت الفاضلة تجب على عفوا تشرع يشرع الأضحية على كل أهل بيت بمعنى أن يكفي أضحية واحد على كل أهل بيت أضحية يكفي أضحية واحدة فقط مدام أن أهل البيت مجتمعين ومطبخهم واحد وأكلهم واحد يكفيهم أضحية واحدة ولا يشترك في ثمن الشات وإنما يشترك في ثوابها فأنت إذا كان ثمن الشات من عندك يكفي يعني أنت تقول أنا اللي بشتري مثلا أو ولدك قال أنا اللي بشتري نعم أما كل واحد يدفع مبلغ لا ما يصرح واحد من أهل البيت هو الذي يدفع قيمة الأضحية بارك الله فيكم فضل شيخ أبو كريم يسأل فضل شيخ يقول شخص طلب يقول منه مساعدة مالية ويقول أعطيته لكن يقول استحلفني بالله أن لا أخبر أحد ويقول كرر هذا العمل بعد ذلك يقول اكتشفت أنه يعمل هذا الأمر ويطلب أموال أيضا من يعني يقول أخوتي وبعض الأقارب فيقول فضل شيخ الآن أنا امتنعت أن أعطيه شيء هل أخبر بقية الأقارب أنه يعني يطلب من الجميع وأيضا يعني يستحلف الجميع الحمد لله يعني هذا رجل هو أحد رجلين إما أن يكون محتاجا فعلا حاجة ضرورية ويخجل من أن يعلم الناس حاجته أو أنه يسأل أكثر من شخص فهذا تتركه يعني وبالنسبة لك شأنك إذا كنت أنت لا تريد أن تساعده أو أن يكون شخص متحايل بحيث أنه يستخدم هذه الطريقة حتى لا يكون هناك يعني مثلا انتباه فيأخذ منك ومن غيرك وهذه نوع من أنواع التحايل وهذا لا يجوز حقيقة هذا الفعل فعل محرم ولا يجوز وأخذ للمال بالباطل وإذا فعلا أنت اكتشفت بأنه فعلا غير محتاج وأنه يريد أن يستكثر من أموال الناس وأن يجمع لأشياء وهو غير محتاج إليها يلزمك أن تنبه الناس وأن تحذر من هذا الشخص وهذا يدخل في مسألة التعاون البر والتقوى وتحذير الناس لأن هذه الأموال قد تذهب في غير يعني ما نواها الأشخاص وهذا يتحايل على الناس إذا كان فعلا اكتشفت بأنه فعلا متحايل أما إذا كان من الصنف الأول الذي ذكرت فتكتفي بامتناعك عنه والناس سيكتشفون حاله من أنفسهم بارك الله فيكم فعلا شيخ معنا بمريم تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بركاته أنت بخير تفضل مريم الله أحفظك عندي سؤالين السؤال الأول الحمد لله أنا مسافة ما بين بيتي وما بين دوامي طويلة فالحمد لله باستغلها في الاستغفار وتسبيح الله السؤال أن أنا باستغفر لي وللمسلمين هل هي أجري الاتنين ولا بس هي أجري أنا الحاليا دايما بدأ لي وكل أرأي بي لكل المسلمين على الاستغفار طول الطريق السؤال الثاني في دعاء أنا مش عادة مدى صحته دعاء بيقول يا من هو كافها يا عين صاد أسألك اللهم أن ترحمني أو تغفر لي أو ترزخني ما شرعيت الدعاء كيف لو تريد السؤال الدعاء يا من شو يا من هو كافها يا عين صاد اللهم اغفر لي يعني بدأت الدعاء كان دايما هو مكتشر واسمعته أكتر يا من هو كافها يا عين صاد وقالوا أنه هو كان هو مأخوض عن سيدنا علي بس أنا مش عالق إذا كان صح أو الغلط ومش عالق إذا كان هل يجوز أن أنا عد علي ولا لا إن شاء الله إن شاء الله خير ابن مريم تأسمع شاء الله هياك الله نجيب لفض الشيخ سؤال ابن مريم يقول إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فيقول هل أجلس مباشرة أو وصل لتحية المسجد لأنه وقت نهي الحمد لله هذه مسألة حقيقة مسألة خلافية بالنسبة للصلوات ذوات الأسباب هل تصلى في أوقات النهي الواسع أم لا قولاني لأهل العلم الذي يظهر أنه الراجح نعم تصلى في أوقات النهي الواسع ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يستثني وقتا دون وقت فنعم تصلي ركعتين إذا أردت الجلوس عند دخولك المسجد أرك الله فيكم فض الشيخ السؤال بابد الله يظن يقول إذا دخل المسجد أو كان في المسجد بعد صلاة العصر وأراد يقول أن يقضي نوافل سابقة كنافلة الظهر مثلا هل له ذلك؟ الحمد لله لجوابنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى نافلة الظهر بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلم حينما أشغلته الوفود ولذلك من دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد فاتته نافلة الظهر المواضب عليها فله أن يصلي النافلة قضاء وتكفيه عن تحية المسجد بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صالة بمريم فضل الشيخ يقول أنا أستغل يقول وقت ذهابي إلى العملية أو المسافة يقول طويلة فأستغل هذه المسافة هذا الوقت بالاستغفار لي وللمسلمين فيقول هل للأجر أجر الاستغفار للمسلمين الحمد لله الجواب نعم وذلك أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظاهر الغيب وكل الله ملكا على رأسه يقول ولك بمثل ما دعوت ولك أن تتخيل إذا دعوت لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كم لك من الأجر والثواب على قدر أعدادهم فنعم يا أخي الفاضل هذه نعمة من نعم الله مرحبا السلام عليكم عليكم السلام الله بركاته الله يبرك فيك تفضل أه 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 أنا عندي سؤال واحد نعم أه السؤال هو أنا قبل كان عندي الله يسلم ك كسر في ريدي كسر صغير بسيط نعم كنت أضطر أني عيلس أصلي في الكرسي تمام هل هو هذا الشيء يعني يشل رقم من أركان الصلاة وهل أن الصلاة تكون باطلة ولا لازم أجد وأصلي هو الكسر بسيط يعني مرات يمنعني من الجلوس بشكل صحيح في السجود عرفت يعني تقصد في حال صلواتك السابقة هل كانت صحيحة أو صحيحة نعم إن شاء الله زاكرة الله خير خليفة تسمع شاء الله الرد سؤال أبو مريم فضل الشيخ يقول هناك دعاء يقول يدعو الشخص يقول يا من هو كاف يا عين صاد أرزقني أو أعطني أو شيء من هذا القبيل فضل الشيخ يقول هل هذا الدعاء وارد الحمد لله هذا الدعاء ليس له أصل وأيضا فيه مخالفة شرعية عظيمة كيف الآن يدعو العبد ربه بأحرف مقطعة اختلف العلماء فيها يعني في معناها وهي كاف هاي عين صاد أو ألف لام ميم أو حاميم أو ألف لام راء مثلا أو صاد أو قاف أو نون حيجوز أن يقال يدعو الله بهذه الأسماء وعندنا مسألة هذه الأحرف وعندنا مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز دعاء الله بالصفة أفوا لا يجوز منادات الله بالصفة يقال يا رحمة الله أو يا عزة الله هذا كله حرام وقول وقول الداعي يا ذل قال ماذا يقول يا من هو كاف يا من هو كاف عوذ بالله هذا لا يجوز هذا هذا كله محرم ولا يجوز وخطر على الإنسان وذاك الإنسان لا ينشئ مثل هذه الأدعية والحمد لله يعني الله عز وجل يسر الدعاء يا رب يا الله ما في داعي إلى مثل هذه هذا التقعر وهذا التنطع وهذا التشدد الآن مثلها التشدد والتنطع قاد هذا الإنسان إذا وقع في مخالف عقدية خطيرة ذاك يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا أبدا وإذا بدى له أمر يسأل أهل الإلم بارك الله فيكم ماذا أفضل شيخ سؤال للخالفة يقول حصل لي كسر بسيط في رجلي فيقول كنت أصلي على كرسي لأنه يقول كنت أجد مشقة في الجلوس والسجود فيقول فالشيخ هل الصلوات السابقة كانت صحيحة الحمد لله أولا شفاك الله عفاك كتب الله أجر لك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة بالنسبة لي صلواتك السابقة صحيحة لماذا لأن هذه استطاعتك فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتك ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول جل وعلا إن مع العسر يسر إن مع العسر يسر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم فالشخص الذي عجز عن القيام وصلى فترة من الزمن قاعدا بسبب هذا العجز يكون معذور صلاة صحيحة وكاملة الأجر بإذن الله برك الله برك الله فالشيخ وأحسن الله إليكم أنا فالشيخ يسأل عبر رسالة نصية للقصيرة يقول في حال يقول أطيت أطيت شخص يقول زكاة مالي هل يجب أن أخبره أنها من أموال الزكاة الحمد لله إذا كان الشخص يفهم هذا ويعرف بأنه من الزكاة لا حاجة لإخباره أما إذا كان الشخص يتفاجأ ولا يعلم السبب فلابد من إخباره ولو بالتلميح والتعريض والتلويح مثلا تقول إذا سألك ما هذا المبلغ تقول هذا حقك الذي أوجبه الله علي في مالي تجاهك مثلا لأن بعض الناس شوية تعزز وكذا تقول له مثلا هذا الكلام ولو قلت هذه زكاة مالي هذا حق له لله الحمد برك الله فيكم فالشيخ أيضا يقول أريد يعني بيان مناسك الحج على عجالة يقول حيث أني سوف أسافر للحج في السادس من ذي الحجة وأيضا يقول متى يمكنني نزع ملابس الإحرام ويقول هل من نصيحة الحمد لله بالنسبة لي عن ساك الحج ثلاثة الإفراد والقران والتمتع الإفراد أن تأتي بالحج فتحرم من المقات وتبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة يوم العيد وتحل من إحرامك وليس عليك هدي والتمتع والقران هو أن تدخل أن تلبي بالحج والعمرة فعند المقات تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو تدخل الحج على العمرة قبل الطواف قبل طوافها يعني قبل ما تصل مكة أنت أحرمت من المقات تقول تلبيك اللهم عمرة ثم قبل أن تدخل المسجد الحرام تقول لبيك اللهم حجا وعمرة تدخل الحج على العمرة هذا القران وأعمال القارن كأعمال المفرد إلا أن عليه هدي والهدي هو دم يذبحه في مكة يعني دم شكران والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج أشهر الحج ثلاثة عندنا شوال ذا القعدة وعشر ذا الحج ولا يسافر لا يرجع إلى بلد وأنه يبقى في مكة هو الأخ يقول يسافر يوم ستة إذا إذا ذهب وأخذ عمرة ثم أحل منها يكون متمتع ويحل من عمرته ثم يوم ثمانية اليوم التروية يحرم من مكانه أو من ميناء ويلبي بالحج ثم من السنة أن يبات تلك الليلة في ميناء وصباح يوم تسعة يذهب إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس ثم يرجع ويبيت في مزدلفة يصلي فيها الفجر ويدعو الله طويلا ويدفع قبل أن تشرق الشمس ثم يلتقط الحصيات ويذهب إلى ميناء ويرمي جمرة العقبة وهي الوحيدة التي ترمى يوم العيد فقط ثم يحل من إحرامه ويحلق شعر رأسه والآن الناس ما يباشرون ذبح الهدي بأيديهم وإنما يوكلون الجهات الرسمية ويكون هنا قد حل التحلل الأول الذي يباح له كل محظورات الإحرام معد الجمع إذا كانت معه زوجته ويذهب إلى مكة ويأتي بطواف الإفاظة الذي هو ركن الحج الأكبر ويكون قد حل التحلل الثاني ويباح له كل ما حرم عليه أثناء الإحرام ثم بعد ذلك يرجع إلى ميناء يبات فيها ليالي التشريق ويرمي الجمرات كل يوم بعد الزوال انتيسر وهو الأفضل والتي دلت عليه النصوص يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يبدأ بالصغرى فبعدما ينتهي يدعو الله طويلا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيها قدرة قراءة سورة البقرة يعني من حيث الفترة الزمنية ثم يذهب إلى الجمرى الوسطى ويرميها ثم يستقبل القبل ويدعو طويلا ثم يأتي الجمرى الكبرى ويرميها ولا يدعو عندها لأنها خارج العبادة ويفعل هذا في اليوم الثاني إذا أراد التعجل خرج من ميناء قبل غروب الشمس شمس ليلة الثالث عشر إذا أراد التعجل ويذهب إلى مكة ويطوف طوف اليدعو ويتيسر أو يذهب إلى مكة ويبقى إلى اليوم الثاني حتى يطوف إذا كان مثلا له عنده رحلة من الغد أما إذا بقي بميناء حتى غروبت عليه شمس اختيارا يعني برضاه فإنه يلزمه أن يبقى يبات ليلة الثالث عشر ويرمي جمرات الثلاث عفوا أن يرمي جمرات الثلاث بما فيها جملة العقب يوم الثالث عشر ويذهب ويطوف طواف الوداع وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحاث أما غير الحاث فيجب عليها وبالمناسبة أنا ذكرت طواف الإفاضة بعده سعي الحج لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف سعي لعمرته وطواف سعي لحج هذا باختصار بارك الله فيكم أحسن الله إليكم ذكروا مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صالات هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول لك اللفني صاحب المقاولة أن أجد شخصاً يعطينا مصاريف الموظفين ويحول له المبلغ إجمالي آخر كل الشهر يقول هذا ما حصل فعلاً لأكثر من ثلاث سنوات بعد ذلك يقول قدرت أنا المقاولة لكن يقول الشخص كلمني وقال بأن صاحب المقاولة لم يحول له في آخر شهرين فيقول السؤال هل علي أنا شيء علماً يقول أن لو لا ممكن تعيد السؤال لأنه غير واضح بالنسبة لي يقول فالشيخ كلفني صاحب المقاولة أن أجد الشخص يعطينا يقول مصاريف الموظفين ويحول له المبلغ إجمالاً آخر كل شهر يعني يقرضه نعم يا فالشيخ يعني يعطيه المبالغ مصاريف الموظفين ثم يقول في آخر الشهر هو يرجع له المبالغ آخر كل شهر قرض نعم فيقول هذا ما فعل ثلاث سنوات يقول على هذا الحال بعد ذلك يقول قدرت أنا المقاولة والشخص كلمني قال بأن صاحب المقاولة لم يحول له في آخر شهرين فيقول هل علي أنا شيء علماً يقول أنه لو لا ما ساعدنا ذلك الشخص الحمد لله نعم بالنسبة لك أنت الوسيط بينهما ولذلك الآن يلزمك مدام أنك أنت الوسيط فهو لم يعطه هكذا إلا لما أنت كلمته ولذلك هو قدرك واحترمك ويعني أخذ بشفاعتك وأنت كنت الواسط يلزمك الآن أن تذهب إلى الشخص الآخر وتلزمه بأن يسدد يعني من أحسن إليه برك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضاً يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66 8 8 يقول أنا أعمل في أبوظبي وأسكن في الشارقة أرجع يقول من أبوظبي إلى الشارقة يوم الجمعة ثم أرجع إلى مكان العمل أبوظبي في يوم الأحد يقول أثناء بقائي في أبوظبي هل أنا مسافر أو مقيم الحمد لله إذا كان هذا عملك فهذا تعتبر إقامة ثانية لك إذا وصلت أبوظبي خلاص سينقطع السفر ولذلك أنت يعني تصلي صلاة مقيم ما بين الشارق وأبوظبي هذه مسافة قصر لك أن تترخص برخص السفر برك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم يعطى الشخص مبلغ من المال ليتاجر في العملات الرقمية الحمد لله بالنسبة للعملات الرقمية هذه لابد من السؤال عن مشروعيتها وسبق لي جواب حول هذه المسألة وقلت إذا كان البنك المركزي يعني اعترف بها وجعلها فعلا أصل نعم الأصبعات الآن يعني يعرف المتعامل يتعامل مع من أما إذا كانت العملات الرقمية هذه ليس لها يعني ليس لها مصدر أو أن البنك المركزي في الدولة لم يعترف بها فهذا لا يجوز حتى يعترف بها البنك المركزي عموما لا تفعل هذا لا تعطي حتى تتأكد من يعني من من رسميتها وقانونيتها بارك الله فيكم أحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيف أو تسأل تقول كيف تجلس المرأة في الصلاة بين السجدتين الحمد لله تفرش رجلها اليسرى وتنصب اليمنى كالرجل سواء بسواء لذلك صلاة المرأة كصلاة الرجل وإن كان بعض الفقه يقول تلملم وتضم نفسها أثناء السجد لكن ما في دليل يمكن هذا يقال إذا صلت بين الرجال أجانب مثلا في المسجد الحرام مثلا أو في مكان في حديقة مثلا حان وقت الصلاة ممكن أما أنها في بيتها وبينما حرمة تجافي جنبيها عضديها عن جنبيها وبطنها عن فخديها تأتي بالسند الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكرم بإرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صالة معنا أبو بدر تفضل السلام عليكم شيخ وليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك أبو بدر تفضل وإياك الله يبقى الآله في فضيلة الشيخ الله يجري خير نعم أو توجيه نبوي من الشيخ أو نصيح طالع أن بعض الأخواء يفتحون مجالس يعني مجالسهم في بيوتهم المجالس تفتح فقط للأبي وراكم بس شغلها الأدب ورق في المجلس هذا عرفت عليه نعم نبوي توجيه من الشيخ هؤلاء الأشخاص جزاك الله خير جزاك الله خير بودر تسمع شاء الله النصيحة إياك الله فضل شيخ صالة بودر يريد منكم نصيحة يقول البعض يفتح مجلسه من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الثالثة ليلا فيقول طول هذه المدة مجرد يقول لعب ورق فقط الحمد لله لا شك في أن هذه الدنيا هي محل العمل ولذلك واجب على الإنسان أن يحرص على أن يعمل الصالحات وأن يتقرب إلى الله عز وجل بما يرفعه وينفعه عند الله عز وجل ولذلك الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس نبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية المجالس ولذلك الإنسان لا بد أن ينتبه لنفسه وأن يعلم بأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن أقواله وأفعاله وتصرفاته حتى ما يتعلق بإعانة الآخرين على الخير أو على غير ذلك كل هذا سيسأل عنه يوم القيامة والعمر قصير في واقع الأمر وكل لحظة من اللحظات التي تمر على الإنسان هي في واقع الأمر تمثل موسم وفرصة تقرر فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى برك الله فيكم أحسن الله إليكم نعود لرسالة نصية الغصيرة هي أسأل عبر الرقام 668 يقول شخص وكل أن يقول أن وزع زكاة ماله ويقول أنه علي دين هل يجوز أن أسدد بعض من هذا المال بعض ديني؟ الحمد لله الجواب لا لا يجوز إلا أن تستأذنه لأنك أنت وكيل والوكيل يقوم مقام الأصيل فهل هو يدفع الزكاة عن نفسه مثلا؟ يعني يدفع الزكاة يسدد ديونه ما يصرح كذلك أنت ولذلك أنت قمت مقامه فعليه يجب عليك أن لا تفعل هذا وأن تستأذنه إذا كان فعلا لديك دين وأنت غارم لا تستطيع سداد الدين تستأذن صاحب المال بارك الله فيكم صاحب الشيخ يقول أبي جعل دين أخي المتوفى في البنك على ذمته بالنية ويقول إجراءات سداد الدين من الحكومة تأخذ وقت طويل فهل يستحسن السداد بأسرع وقت أم لا بس بانتظار الإجراءات؟ الحمد لله لا شك بأن يجب المسارعة في سداد الديون وعدم التأخر في ذلك لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة إلا إذا عفى صاحب الدين هذه مسألة أخرى أما قضية أنه يتأخر حتى لو كان هناك إجراءات ما دام أن المال موجود يقيد هذا السداد ويوضع ويشهد عليه مثلا ثم يعطى المحكمة إذا كان هناك إجراءات في التأخر في سداد في إنهاء إجراءات الترك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلق بدينه إذا ما طبعا نفسه معلق بدينه بارك الله فيكم فرصيخ وأحسن الله إليكم يقول لنا مسافر من دبي إلى أبو غضبي في الصباح فيقول هل أجمع وأقصر الظهر والعصر عند الرجوع بعد صلاة الظهر بما أن المسافة بين مكان إقامة صلاة الظهر وبين بيتي أقل من ثماني كيلومتر الحمد للعموم الأخير الفاضل بالنسبة للإنسان إذا سافر سفرا دل العرف على أنه سفر فما دام في الطريق له الجمع والقصر سواء في الذهاب أو العودة في الذهاب أو العودة أما إذا وصل إلى حدود مدينته التي يسكنها فإنه خلاص ينقطع السفر بالنسبة له فارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله لم يثبت في هذا شيء لم يثبت أن ياسين أو طاه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ياسين هذه من الحروف المقطعة في بعض أوائل السور مثل حاميم ومثل ألف لامراء ومثل ألف لاميم وحاميم وألف لامراء وصاد وقاف كذلك طاه هذه حرفين طاه واله وكذلك ياسين الياء والسين ياسين هذه ليست أسماء هذه أحرف مقطعة نعم أرك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صارت نعم نفض الشيخ نفس السأل الذي سأل عن ياسين يقول البعض سمي ابنه بياسين أو طاه لأنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام هل يصح أن يسمي ابنه بهذه الأسماء إذا لم تثبت الحمد لله هو طبعا طاه وياسين هذه أسماء الآن أصبحت دارجة و يعني انتقلت إلى من كونها حروف مقطعة إلى كونها اسم علم على أشخاص ولذلك الآن ياسين في الكتابة في الهوية الوطنية وفي غير ماذا يكتب يا وألف وسين ويا ونون يعني أصبح اسم علم ياسين لكن طاه لا لكوني مجتمع على حرفين وليس له يعني حركة ممكن أن تشبع فتأخذ حرف مثل ياسين مثلا ولذلك هذه أسماء علامة الآن لكن أن يعتقد الشخص بأن من أسماء النبي السلام هذا غير صحيح ولذلك بعض المذاهب الفقية كرهوا التسمية بياسين وبطاها قالوا يكره ذلك نعم برك الله فيكم أحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 8 نعم نعم أخي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيك الله عبد الرحمن تفضل الله يبارك فيكم والشيخ الدكتور عبد العزيز الشيخ العزيز الله يبارك فيكم زاكر الله خير أخي اخي أنا عندي بس سؤال إذا أنا اشتريت سبايك بهدف التجارة أنه أشتري سبيك ذهب وبعد فترة إذا ارتفع سبيك ذهب أرجع أبيعه فهل هذا جائز وإن كان جائز فما هي الزكاة المترطبة عليها وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا الله بارك فيك خبد الرحمن تسمع شاء الله رد نعم فالشيخ يسأل عن حكم أن يشتري يقول لسباك ذهب ويقول متى ارتفع السعر هذه السباك يبيعها ويقول كيف تزكى الحمد لله يجز ذلك بشرط أن يقبضها حال البيع وأن يقبض الثمن حال الشراء عفوا أن يقبض الذهب حال الشراء وأن يقبض الثمن حال البيع هذا هو الشرط الذي يصحح عملية التجارة بالذهب وهذا قول جماهي الأهل العلم بالحكية الإجماعية له أما الزكاة نعم هذه تجارة هذه تجارة ولذلك بعد مرور حول كامل 12 شهر عربي قمري تحسب الذي عندك وتخرج زكاة بسعر اليوم الذي حل فيه حلت فيه الزكاة يعني حالة دار عليه 12 شهر عربي قمري لا تحسبها بسعر الشراء وإنما بقيمة البيع سواء انخفضت أو ارتفعت بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم يقول هل ورد أن الزوجة إذا خرجت من المنزل من غير علم زوجها هل يقول صحيح أن الملائكة تلعنها حتى ترجع الحمد لله الذي أحفظه أن المرأة إذا تركت فراش زوجي إذا دعاها زوجها إلى فراشها فأبت يعني من غير سبب هي تمنعت هكذا إضراراً بالزوج فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح أما إذا خرجت أنا ما يحضرني شيء في هذا الآن أنها تلعنها الملائكة إذا خرجت من دون إذن زوجي لا يحضرني في هذا الشيء بارك الله فيكم فراشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة صالة فراشيخ أيضاً يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول معكم من تأخر عن تأدية العقيقة الحمد لله بالنسبة للعقيقة سنة وهي حق للمولود على والده والسنة أن تذبح يوم السابع فإن لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يمكن ففي اليوم الواحد الحادي والعشرين فإذا فات فاتت السنة يعني أفضلية الوقت وتبقى سنة إلى البلوغ في أحد الأقوال لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقة وقالوا بأن الغلام هو من الولادة إلى إلى البلوغ وبعض قال إلى الالتحاء يعني عندما تظهر لحيته لكن يظهر عند البلوغ وفي قول بأنه تبقى يعني سنة ولو كبر الولد وبلغ تبقى سنة لكن عموما يعني الإنسان إذا ما ما عق في هذه الأيام فإنه يعق بعد ذلك بارك الله فيكم الشيخ معنا براشد فضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله براشد فضل شيخ طيب عياكم الله حلا وسهلا الشيخ عبيل الشيخ بارك الله يبارك فيك يا حبيل وفيك بارك الشيخ السؤال الأول بعد ذلك هل المرأة لحل الزوجة أن تأم زوجها أحيانا في المنزل الزوج والأعيال في المنزل أحيانا إذا كانت هي حافظة لكتاب الله أكثر من الزوج هذا السؤال الأول السؤال الثاني الشيخ بخصوص إذا شخص توفى هل نحن نقول توفى أو متوفى أو شو بالضبط شو يعني القول في هذا هل فلان توفى أو متوفى أو كيف الشيخ يعني إن شاء الله بغينا توضيح من الشيخ واضح إن شاء الله إذا كالله خير براشد تسمع إن شاء الله الرد حياكم الله بو عبدالله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بو عبدالله تفضل الله أكبر. الله أكبر. نعم. أنا أرضعت مثلا يقول لأوحدة ولد الأصهر. لكن ليه ولد أكبر. مم. وأرضعتني ما أرضعت مرة أحدة. أرضعتني ما أرضعت شبع يعني سنتين كاملتين. أنا هو سنينة. مم. الحين الأكبر هل يصبح أخويني ولا. ومن برضو أمي أرضعت معا. إن شاء الله. أمي أرضعت بعد الأصهر الأكبر موجود. أهل الأكبر حينها يصبح أخويني ولا. نعم. زاك الله خير بعبدالله. تسمع شاء الله رد. نجيب أفضل شيخ سؤال براشد. يقول هل يجوز للزوجة أنت أم زوجها أحيانا في المنزل إذا كانت حافظة لكتاب الله أو كانت أكثر حافظا من الزوج. الحمد لله الجواب لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال. لذلك العلماء متفقون على هذا. على أن المرأة لا تأم الرجل. لا تأم الرجل. لذلك حتى ولو كانت حافظ وهو غير حافظ فهو الذي يأمها ويصلي بها ويقرأ بالقدر الذي يحفظ. زاك الله خير يا فنسيخ. يقول ما العبارة الصحيحة؟ هل نقول شخص توفي أو متوفى أو توفاه الله أو متوفي؟ يقول ما الصحيح؟ الحمد لله. يعني يقال فلان توفي توفي ولا يقال توفاه أو يقال توفاه إنما يقال توفي فلان. هذا هو الأفصح. نعم. زاك الله خير يا فنسيخ. سؤال بعبد الله يسأل أن الرضاعة. يقول لنا إذا يقول رضاعت من امرأة مع الولد الصغير. فيقول هل الأبن الكبير لهذه المرأة يكون أخاً لي من الرضاعة؟ الحمد لله. بالنسبة للرضاعة المحرمة ما كان خمس رضاعات مشبعات في الحولين. وكل ولد لهذه المرأة سواء كان قبلك أو بعدك سواء كان حياً أو ميتاً فإنهم إخوانوا لك. ولذلك الآن لو أبو عبد الله يقول رضاعت من امرأة. هذا المرأة عندها عيال كبار وصغار كلهم أخوانا. هذا المرأة عندها ولد توفي مثلاً. هذا الولد توفي أخوه. بيكون أخوه من الرضاعة. يعني لو قدر بأن له زوجه وأولاد بيكون أخوه من الرضاعة. فلذلك لابد من إبطال اعتقاد بعض الناس أن الذي يحرم هو الذي رضع معه فقط. هذا غلط. لا جميع أولاد هذه المرأة هم إخوان لك من الرضاعة. بارك الله فيكم أهو الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول بالنسبة للدعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. فيقول ما اللهم الصحيح بالنسبة للمرأة إذا دعت بهذا الدعاء. هل تقول اللهم إني عبدك أو تقول اللهم إني أمتك؟ الحمد لله هذه حقيقة يعني تكلم عليها العلماء في القديم والحديث. فلو قالت إني عبدك على نظم ما ورد في الحديث لا حرج في ذلك. وبعض العلماء يرى بأنها تقول أمتك ابنة عبدك. هكذا يقول نص على هذا لأن تقول أمتك ابن عبدك. وهذا الذي يظهر لأن أنسب فهي تقول أمتك أفضل. بارك الله. مارك الله فيكم فضل الشيخ معنا أخي عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله. الله يباركوك حييك. تفضل. السؤالي لفضيلة الشيخ فيما يتعلق بالمظالم. نعم. نحن نعلم أن من أول ما يقضى به بين الخلائق يوم القيامة المظالم. ففي حالات أود من فضيلة الشيخ لو يعطينا لمح عنها أو يعطينا شرح ولو مختصر عنه. الحالة الأولى إذا كانت المظلمة لشخص غير مسلم. يعني أنت ظلمت سواء عن قصد أو عن غير قصد شخصا غير مسلم. فكيف يكون الاقتصاص هو من القيامة؟ والحالة الثانية عندما تظلم شخصا وتستسمح منه فيسامحك خجلا. ولكنه في قلبه لا يزال يعني لا يزال يحمل فيها. فهل من المتوقع أو هل من الممكن أن يأتي يوم القيامة ويطالب بهذه المظلمة؟ والحالة الثالثة إذا ظلمت أحدا ولم تستطع أن تصل إليه. فهل الاستغفار والدعاء والصدقة تكفي في هذه الحالة؟ أم لا في أمور أخرى يجب علينا أن نعملها لكي نتخلص أو لكي نبرئ ذمتنا من هذه المظلمة؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير الله أحفظك خبد الرحمن تسمع شاء الله الرد. نجيب بفض الشيخ السؤال لخبد الرحمن بالنسبة يقول للمظالم والما يقضى بين العباد. يقول هناك بعض الحالات يريد أن يستفصل واستوضح منها. يقول إذا كانت المظلمة لغير مسلم بقصد أو بغير قصد. فيقول كيف يقتص منه يوم القيامة لغير المسلم؟ الحمد لله بالنسبة للمظالم. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا سواء كان مسلما أو غير مسلم. وبالنسبة لغير المسلم يقتص له في الدنيا. إذا ظلمه المسلم ولذلك الله عز وجل يعوضه أشياء في الدنيا. وعما المسلم إذا لقي الله بهذا الظلم فإن الله تعالى سيحاسبه على ظلمه يوم القيامة. لكن القصاص هنا في الدنيا بالنسبة لغير المسلم. أما المسلم يأتي يوم القيامة ويقتص منه ويعطى حسنات للمظلوم. فإن فنيت حسناته أعطي للظالم من سيئات المظلوم. يظن فرص الشيخ يقول إذا استسمح من ظلمه. يقول فرص الشيخ فسامحه خجل هل يطالب يوم القيامة بهذه المظلمة؟ كما ذكرت هو الحال واحد. ولذلك إذا لم يسامحه أو سامحه فقط بلسانه دون قلبه فالقصاص يكون في الدنيا بما ذكرت أن الله تعالى يعطي هذا الإنسان غير المسلم يعطيه ويمنحه أشياء. وأما المسلم فحسنات وسيئات. أيضا فرص الشيخ يقول إذا لم يستطع أن يصل لهذا الشخص واكتفى بالدعاء والاستغفار والصدقة هل يكفي؟ الحمد لله نعم يكفي مادام أنه تابع إلى الله عز وجل وأكثر له من الدعاء ولو تصدق عنه أيضا وذكره بالخير مثلا دائما إذا كان يعرفه أو إذا كان لا يعرفه يكفيه الدعاء فقط. بارك الله فيكم فرص الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري ومن الأخراج سلطان القطامي تقبلوا تحيات محدثكم السحاق عبداللاطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.